السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه ربكم بخير? في الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله نستعرض مع بعض حل مشكلة اه توقف لوحة المفاتيح عن العمل. طبعا دي مشكلة من اكبر المشكلات اللي بتواجه مستخدم جهاز الكمبيوتر. هو بيظن للوهل الاولى ان لوحة المفاتيح اه اصبحت اه تالفة. او في مشكلة كبيرة اصابت لوحة المفاتيح. لكن حل الموضوع بسيط. لو حضرتك حابب تعرف هنحل الموضوع ده مع بعض ازاي? تابع معي الفيديو للنهاية. طيب هنحل الموضوع ده مع بعض ازاي? كل اللي انت هتعمله هتروح تقف على قيمة اه ستارت. تعمل كليك يمين. وبعد كده تختار حاجة اسمها ادارة الاجهزة. وتنتظر لحديث مقدرة الاجهزة تفتح معك. تمام? وبعد كده اروح نزلين تحت. عند حاجة اسمها لوحة المفاتيح. حضرتك هتجيب لوحة المفاتيح. تضغط عليها. تمام? وتاخد الخيار اللي تحت ده. وبعد كده تضغط عليه كليك يمين. وتعمل حاجة اسمها تحديث برنامج التشغيل. تمام? هتبدأ تعمل حاجة اسمها البحث التلقائي عن برامج التشغيل. ده طبعا حضرتك لازم تكون متصل بالانترنت. تمام? هو زي ما حضرتك بيقولك ان انت ما ثبت احدث اه تطبيق. او اه محدث اه النسخة بتاعة برنامج تشغيل لوحة المفاتيح لاحدث اصدار. طيب هنعمل اغلاق. مرة تانية هنرجع. ونعمل حاجة اسمها تحديث برنامج التشغيل مرة تانية. بس هناخد بقى اللي هو الخيار التاني. اللي هو استعراض الكمبيوتر بحثا عن برامج التشغيل. هنرجع تاخد الخيار التاني ده. وبعد كده تاخد برضو الخيار التاني. اللي هو الاختيار من قائمة برامج التشغيل المتوفرة على جهاز الكمبيوتر. نضغط عليها. تمام? هيظهر عندي تلات خيارات زي ما حترك شايف كده. هبدأ اخد الخيار الاخير. تمام? وبعد كده اضغط على التالي. وانتظر لحديث ما يتم تثبيت برنامج التشغيل. هو بيقول لي ان برنامج التشغيل اللي انت قمت بتثبيته ده مش هيشتغل الا ما تعمل اعادة تشغيل الجهاز الكمبيوتر. كل انت هتعمله وتضغط على كلمة اغلاق. تمام? في الوقت ده هوت بيقول لك عشان اه التغييرات اللي انت عملتها على جهاز الكمبيوتر تصبح نافذة المفعول. هتبدأ تعمل اعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر. طبعا انا هوقف الفيديو واعمل اعادة تشغيل الجهاز الكمبيوتر ونرجع لكم بعد ما عملنا هذه الاشياء. تابع معايا الرجل. ورجعنا لكم مرة تانية بعد ما عملنا عادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بنا. دهوقتي عايزين اتأكد من ان لوحة المفاتيح تعمل بكفاءة. كل انت هتعمله هتفتح اي مستند مثلا نصي. زي ملف وورد جديد. وتبدأ تجرب لوحة المفاتيح بتاحتك. هتلاقي ان لوحة المفاتيح بازن الله رجعت تعمل بمنتها الكفاءة. وشغلها مفاشة اي مشكلة خالص. هبدأ اجرب زي ما حدرك شايف كده. لوحة المفاتيح شغالة. آآ ومنتهى البساطة والوسر. والمشكلة تم حلها بنجاح. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة هيكون انتهى لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد. ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.